اهلا وسهلا بكم مشددا في صباحك ميسك فقرتنا الاولى لهذا الصباح عن الانفلونزا في فصل الصيف ومعنا عبر الاتصال الدكتور احمد شفيق اخصائي طب الاطفالي سعد صباحك دكتور احمد حياكم الله دكتور احمد الانفلونزا دائما يعني مزعجة لكنها في الصيف ربما تكون مستغربة واكثر وزعاجا كما يقال بالقريب الصيف مزعج يعني لماذا ما هي اسباب يعني عادة انحنا متوقعين انه بس شتي البرد الجو لماذا تحدث في الصيف ايضا نعم الحقيقة الانفلونزا هي نفسها اللي بتصير بتصير نفس المسببات الفيروسات نفس المسببين الانفلونزا الصيف او انفلونزا الشتاء ومثل ما حكيت خبطك انه نحنا متعودين انه الانفلونزا بتكون عادة بالشتاء والخريف هذا الموسم الطبيعي الانفلونزا ولكن يعني بعد ما صارت موجة الكوفيد كانوا تغير يعني تغير طبيعة المرض شوية وصبعا نشوف حالات بالصيف اكتر من اول بس كان كمان سابقا نشوف حالات انفلونزا بالصيف ولكن يعني نسبيا زالت حالات شوية حاليا الاسباب يعني او المؤهبات او الاشياء اللي العوامل اللي قد تكون مسؤولة يعني عن حدوث حالات الانفلونزا بالصيف هي اكتر شيء اللي تعرض للهواء البارد هو المكيفات سواء مكيفات البيوت او مكيفات السيارة وتناول المشروبات يعني المسلجي مثل الماء الشديد البرولي او المسلجات التانية يعني والتعرض للدخان ومعطرات الجو اللي احيانا يعني دعم الناس يستخدموها بكثرة غير اضافة الازدحام مثلا مثل اطفال الروضات عادة او السفر لمسافات طويلة بوسائل النقل الجماعي او الاسواق يعني الازدحام بشكل عام من الاشياء اللي قد تكون مسؤولة عن انتشار حالات الانفلونزا بالصيف جميل اذن يعني هناك امور خاصة ربما بالصيف كما تفضلت دكتور موضوع المكيفات والخروج من التكيف ربما الى الجو الحار والمشروبات الباردين كنا نهرب من جو الصيف الى مشروبات باردة هذه اضا تزيد من احتمال حدوث الانفلونزا دكتور دائي يعني منذ ان ابتلينا بكوفيد فصار الواحد يعني يجع يا ترى هذا كوفيد ولا انفلونزا ولا شو صاير معنا حتى كأن موجات الانفلونزا أصبحت اقصى من ذي قبل ما هي ابرز الاعراض الحالية اللي تعرف ان هذه انفلونزا وكيف اتعامل معها؟ نعم الانفلونزا حقيقة يعني الحدود الفاصلة ثمانوا ما بين الانفلونزا الانفلونزا اللي صارت من سنوات يعني خاصة بالالفين وعشرة الفين تسعة الفين وعشرة انفلونزا الاتشون انون اللي سموها انفلونزا الخنازير الاتشون انون وانفلونزا الكوفيد او الكوفيد ما نسمي انفلونزا يعني الاعداد تقريبا متداخلي ومتشابهة بس الطرفين يعني الحالتين او المرضين صاروا يعتبروا من الحالات الموسمية يعني ما بقى فيه خطورة ان شاء الله وعب يجي معظم الحالات عب تمر بالسلام وبدون بزون لدخول المشفيات الاعراب اللي هي معروفة عند جميع الناس اكتر شيء للسعال الجاف عادة احيانا بيكون منتج الوهن العام التعب يعني المريض او القفل او المرأة كان بيشعر بتعب شديد بجسمه والم البلعوم والم الحنق هذه الثلاث اعراض تقريبا هي الاعراض السائدة في موضوع الحرارة التجاعة الحرارة المريض وعند الاطفال الصغار يعني كثير احيانا بيكون فيه اعراض هضمية اضافة للشيء اللي ذكرنا بيكون فيه اسهال وقياء دكتور نعم جميل دكتور يعني عندما تحدث هذه الاعراض البدائية هل هنا هل يستدعي ذلك مباشرة مثلا زيارة الطبيب او المستشفى ام يمكن ان يقوم المرء او المريض ببعض السلوكيات الاولى لتجاوز هذا المرض دون الحاجة الى مراجعة المختص لا هو ما في داعي طالما انه ما في اعراض هضمية واضحة عن الاطفال يعني ما في اقياءات شديدين ما في ارتفاع حرارة شديد اذا الوضع العام للطفل جيد يعني الطفل الواعي وعبتناول اغزيته وبياخد سوائل ما في داعي ممكن الاس يصبروا يومين يعني بشكل طبيعي يعطوا الخاصبات الحرارة العادية المعروفة اللي هي البرسي تموت والسوائل اهم شيء تعويض السوائل يعني الاكثار من السوائل المشروبات العادية مع العصائر الطبيعية اللي ما ومتلجين او الشوربات الفاترة او الزبونج المغلي او الزيزفون المغلي هذه الاشياء الاجراءات اللي ممكن نسوا بالبيت وانتظر 48 ساعة ما في خطورة ان شاء الله الا اذا كان الوضع العام للطفل سيد او في اقياءات شديدة او ما علي حسن نتناول السوائل هذا الوقت بهالحالي طبعا لازم اراجع الطبيب فورا بس بمعظم الحالات 48 ساعة بتكون الجسم بتغلب على المرض يعني غالبا بمر الموضوع بسرع يعني دكتور اذا جاوزنا 48 ساعة وبقيت الاعراض لا اتحدث عن اعراض شديدة لكن اذا تبقي موضوع الالم البلعوم موضوع ربما سيلان اه الوهن استمر تجاوزنا يومين او او ثلاثة ايام هل هنا يعني اه نذهب لزيارة الطبيب اذا الوضع العام جيد يعني يعني الانفلونزا عادة بده بان بين الاسبوع وعشت ايام بالشفاة ما راح طيب يعني اليومين ثلاثة واحد ما او اربعين ساعي اقول هي بدي تحدد اذا كان من الطفل بده طبيب ولا لان اذا ما اتفاطت الاعراض بعد مرور ثمانة واو اربعين ساعة وضلت الحرارة يعني ما في ارتفاع حرارة شبيل او نزلت الحرارة بعد ما كانت مرتفعة رجعت لطبيعتها والطفل يتناول طعامه وزاءه بشكل جيد فممكن الأهل يتريسوا شوي يعني هذا الموضوع السعار بس يعني مشوي تيك ألم بلعوم عالي طبعا من الأخطاء السائعة واللي ما هي يعني كويسين والأهل ثورا بجيبوا موضوض حيوي بجيبوا دواء الجهاب بسمه موضوض حيوي ثورا باش رجعتوا للطفل كنت أسأل عن هذه النقطة دعم كنت أسأل عن موضوع الضوض الحيوي إلى أي مدى هذا التسلوك خاطئ دكتور هذا طبعا خاطئ خاطئ كثير أولا المضادات الحيوية ما لأي مفعول ضد الأنفلونزا الأنفلونزا مرض فيروسي وليس جرسومي المضادات الحيوية هي عبارة عن أدوية مشان مضادة للجراسيم يعني هذا عامل ممرض مختلف تماما وغير أنه ممكن يتأثر على الشيء باسمه الفلورا يعني الجراسيم الموجودة بشكل طبيعي والشكل توازن يعني مضم في بلعوم المريض أو حتى بأنعاءه ممكن تأثر على الفلورا هي الطبيعية وتسوي مشكلة إضافية يعني تعرض المريض لأمثال ثانوية وبيغنى عنه غير أنه المصروف المادة اللي كمان يعني ما هو لازم غير أسعر الجاندية أحيانا ما لازم الأهل فورا يعني يتسرعوا ويجيبوا مضادة حيوة ويباشروا فيه يعني هذا بظهر يومين بظهر يومين طالما أنه الوضع العام مقبول بعد اليومين إذا كان الوضع يعني مثل ما أنه استمر ارتفاع الحرارة أو في أعراض هضمية واضحة أو الطفل معه ما هو الأغذي والسوائل بشكل جيد يراجعوا الطبيب الطبيب يقدر إذا كان الوضوع الزي روسي يعني مقتنع أنه إنفلونزا في إلى أدوية خاصة غير المضادات الحيوية جميل يعني هذه نقطة مهمة جدا للأهالي لسيما طبعا كلنا نعرف أنه هنا المضادات الحيوية لا تصرف إلى بوصفة طبية وللأسف في البعض يعني لما مثلنا عم نقول يستعجل أو يلجأ مباشرة هو عم يحاول أيضا يجيما بطريقة غير غير نظامية وموضوع تحديد أصلا المضادات الحيوية والتجديد عليها يعني كان هدفه فعلا وقاية الصحة دكتور الكل يعني يشتكي أنه الإنفلونزا أصبحت في الفترة الأخيرة أصعب وأشد والتي كانت تخلص بثلاث أربع خمسة أيام صارت تضمد عشرة والبعض لماذا أصبحت هجمات الإنفلونزا أصعب وأطول غالبا سبب السلالات المسببة لأنه الفيروسات الفيروسات المسببة للإنفلونزا يعني قد يكون أكثر من 130 سلالي مسببة للمرض وغالبا المشتبع فيه هو إنه هذا الجائحة الشديدة بيجيت على العالم ومسبب الدخول مشافئ ووفيات هذه يعني مثل أي مرض فيروسي جديد أول ما بيجي بيكون خطير بسير وبعدين المناس يعني بتكسب مناعة جماعية ضده فالإصابات أقل شد يعني مزعجة ولكن غالبا بتكون سليمي ما هي مميتي وهلا تحتاج مشافئ فغالبا السلالات يعني قد تكون حتى الكوفيد يعني فيه أحيانا يعني إصابات عم نشتبه إنه تكون كوفيد ولكن بدون تحاليل يعني عم أعتمد غالبا على التشخيص السريري وغالبا عبتكون سليمي كما بتطول شوي متل أحيانا أسبوع عشر عيان بتكون عراض مزعجة بس معظم عبتبر أو كل اللي نحن نشوف مع عبتبر بسلام الحمد والله الحمد دكتور على ذكر الكوفيد يعني البعض مثلا يمكن نكون معي كوفيد وإنفلونزا التشخيص التفريقي بالنسبة للمريض هل هو مهم يعني كثير مهم مثلا أنا معي هالأعراض في وهن في تعب وكذا كثير مهم أعرف هل هو إفلونزا ولا كوفيد ولا بالنهاية تقريبا التعامل متقارب وبالتالي تحديد ذلك الزعاج كثير للمريض ولابد من العلاج يفضل طبعا التحليل لأنه يعني الأدوية المضادة الفيروسية تختلف عن المضادة يعني المضادة لفيروس إنفلونزا إشوان إنوان لخطية العلاج تختلف شوي فبالحالي هاي إذا اضطر الطبيب طبعا يلجأ للمسحة مسحة بالعوم النتائج تفضل بسرعة يعني تقريبا اختبارات يعني روتينية ما هي مكلفة الكير ولا بتطول إنجازها بس بشكل عام يعني ما في داعي بشكل عام الأمور عبدالمر بسلام والتدبير يعني العلاج الداعي ماذا نسمي المسكنات خافضات حرارة السوائل المقشعات في حال أنه كان السعاد منتج أو مبادة السعاد يعني إذا كان السعاد كتير ومزعج ومجاف يعني غالبا بكل الحالات تقريبا عبدال الشيء المطلوب منها الإجعاء تاي المريض إذا تفهم المريض الوضع والصبر الشوائي كمان يكون أحسن كتير يعني بسعاد الطبي ما يضوج فورا نروح ينجأ لأدوية خاصة أو مثلا نروح من طبيب لطبيب أو أحسن يستعج لو بالدنيا يطيب يوم أو ثلاثة طبيعة المرأة فيما يطيب يوم ثلاثة ما أحسن ماذا يمكن أن أفعل مثلا خاصة مع موسم الصيف حتى أزيد مناعتي أزيد مناعة الأطفال نخفف من احتمال حصول مهاجمات من الإنفلونزا الذي يمكن فعله على سبيل السلوكيات الصحية أو حتى بعض الأغذية أو بعض الأطهمة وغير ذلك نعم بالنسبة للوقائي يعني أكبار المكيفات يعني هي العامل اللي كتير أساسي في الموضوع لأنه بتأدل الجفاف الأغشية المخاطية الجهاز التنفسي وبالتالي بتقلي المقاومتون أو أنه خط الدفاع الأول هو يعني عن الغشاء المخاطع الموجود في الأجهزة التنفسية والباب دخول العوامل الممرضة للإنفلونزا هو الجهاز التنفسي يعني الطريق الأساسي الأول يعني طريق استنشاق العوامل الممرضة فنحن لازم نحافظ على مناعة الجهاز التنفسي أنه المكيفات نضبطها لدرجات حرارة معتدلية يعني ما في داعي نحط المكيف مثلا نعيره على حرارة 19 بكثة حرارة 25 حتى مكيف السيارة مثلا ما يكون محطوط على درجات حرارة مخفضة كثير عدم تناول المشروبات الشديلة البرودي أنا دا بأس أنه كل اللي عدنا بنشرب بالصيف مشروبات باردة بسكون برودة معتدري ما تكون عبارة عن تلج يعني مطحون الاهتمام بالغذاء المتوازن وخاصة الخضار والفواقه لأنه فيها فيتامينات بتعزز مناعة الجهاز التنفسي الاكثار من السوائل بالصيف الشيء كمان عامل أساسي يعني لتشجيع الأطفال العدم الإجهاد يعني كمان السعب الزيادة الإجهاد النفسي والإجهاد الجسدي هو من العوامل المؤهن بذلك تجنب الإجهاد الشديد تجنب الأماكن المزدحنة بدون سبب الامتناء على الأهل عن التدخيل لأنه في عادة كثير سيئة أنه الأهل بحطوا أرقيلتين أو أكتر بالبيت وبصيروا بدخنوا والأطفال الصغار يكونوا موجودين ويتعرضوا لمشاكل كثير كبيرة من ضمن الأنف الوانزان أو اللي عندهم مثلا تأهرب للحالات الحساسية القصارات أو الربو أو شيء المعطرات الجو مثلا استخدامها بكثرة قد تكون من العوامل المؤثرة على مناعة الجهاز التنفسي باعتبار مواد كيموية ممكن كمان تأثر على أداء البشاء المخافر للجهاز التنفسي يعني تجنب الإزدحان قدر الإمكان تهوية المنازل بشكل جيد يعني ما دائما والمكيف الشغال والشباب في مسكرة يكون في تهوية منتظم إلى البيوت والمنازل يعني هاي تقريبا الأهم المصائح اللي بتفيدها بالبقاء وتخفيف الاحتمالات الإصابية بس المعروف الإجراءات النظافة الشخصية والشخص المريض يعني يحاول ما ينقل العدو لغيره يستخدم كماني وضوع النظافة الأيدي لأنه انتقال عن طريق اليد الأيدي طريق ولو ما هو أساسي بس موجود مثلا بيصافح شخص مصاد جاء بيحط عينه مثلا أو بيحط عينه بيتم بسبب ما فبيكون دخلة الفيروسات العوامد الممرضة إلى الجهاز التلفزي أشكرك جدا دكتور أحمد على هذه النصائح فأنا أتمنى لكل المتابعين وكل المستمعين يعني إن شاء الله يا ربك صحة وسلامة وعافية من كل هذه الأمراض الإنفلونزا ربما كما تفضلت في الغالب الحالات ليس خطير لكنه مزعج وهناك ربما كل ما ذكرته في ختام هذه الحلقة من وسائل للوقاية وتعزيز المناعة يمكن أن تخفف من احتمال الإصابة أو من شدتها في حال وقعت أشكرك جدا مرة أخرى دكتور أحمد ونخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم